وعلى هامش الاحتفالات الميلادية المجيدة التقت في نادي الفحيص الأرثوذكسي عدة مجموعة من القيادات الكشفية المسيحية في الأردن لتبادل التهاني بالعيد المجيد وبناء الجسور المودة وتقوية روابط الأخوة بين أفراد تلك المجموعات من خلال برامج مشتركة فيما بينهم والاتفاق كذلك على مدونة سلوك أخلاقي تتناسب مع التعليمات الكشفية الإرشادية تم ذلك اللقاء أثناء استضافة مجموعة كشافة ومرشدات الجمعية الخيرية الأرثوذكسية في الفحيص للقيادات الكشفية بحضور رئيس الجمعية المهندس أودولف السويس وأمين الصندوق السيد ناهد السويس حيث أدارت الجلسة القائد رائد الناصر القائد العام للمجموعة المستضيفة